موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي عربي وضيفنا الليلة هو الدكتور أسعد عبد الرحمن دكتور أسعد عبد الرحمن هو سياسي وباحث وأكاديمي فلسطيني ولد في القدس وانتقل إلى لبنان في بداية النكبة الفلسطينية ثم إلى الأردن حيث الأرض الأقرب إلى الوطن الأم شاب استقر في بيروت تخرج من الجامعة الأمريكية بشهادة ماجستير في الإدارة العامة ومن بعدها دكتورة في العلوم السياسية من جامعة في كندا هو عضو في المجلس الوطني وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كمستقل هو أيضا من مؤسسي الجبهة الشعبية ولكنه استقال فيما بعد وبوقت قصير جدا وزالح نشوف هلأ ليش وعين وزيرا لشؤون اللاجئين الفلسطيني في منظمة التحرير معه سنعود مشاهد كثيرة منها انتفاضة المخيمات سنة 69 يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا أنه صار في انتفاضة في 69 في لبنان مواجهة مع السلطات اللبنانية اعتقاله في السجون الإسرائيلية ولكن أيضا أهم لقاءاته مع شخصيات مسيرة وشخصيات مهمة والمفاوضات الفلسطينية بخصوص اللاجئين أهلا وسهلا بك أهلا بك سبتي شو رأيك نبدأ بالسجون الإسرائيلي؟ ليلة يعني من زمان لا أعتقد أنني التقيت بقيادة فلسطيني لم يعرف سجن إسرائيلي ولا أعرف إذا كان يعني ممكن هذا الأمر إلا الرئيس ياسر عرفت صح فنبدأ بالسجون الإسرائيلي نعم أنت سجنت تقريبا في 67 نهاية 67 ماذا حصل لماذا سجنت وماذا تتذكر من هذا الاعتقال؟ هذه أتذكرها وموثقها أنا في كتاب أوراق سجين ونشر سجنت لأنه ذهبنا لتأسيس حركة مقاومة ضد إسرائيل واستقر الرأي في نهاية 67 على تسميتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكن إحنا ذهبنا باتفاق مع الله يرحمه الدكتور جورج حبش هنا كنا مع بعض في بيروت وذهبنا إلى عمان سرا ثم إلى فلسطين سرا وفعلا في ديسمبر أعلننا عن تأسيس الجبهة الشعبية عبر مجموعة من العمليات وكنا قد دخلنا ولكن بدأت الاعتقالات وكنا مختفين في بيتا في داخل حي السريان في القدس الشرقية في البلد القديمة واعتقلوا صديق إلي رفيق وكنت ذاهب إلى الاجتماع في اليوم التالي فكان هناك كمين إسرائيلي بانتظاري وانتظار الآخرين وبالتالي تجولت في أربع سجون إسرائيلية شو المشهد اللي أكتر شي بتتذكره من تحقيقات مثلا كيف كان يصير هل في الزجد التحقيقات نعم الحقيقة نصيبي من التعذيب كان محدودا يعني الضرب تعرضت والضرب تعرضت من رضت في وقتها التعذيب السيكولوجي تسمع الأصوات والتعذيب فإنه الآن دورك يعني التعذيب السيكولوجي ثم اكتشفوا بعد فترة أنني قد ألفت في ذلك الوقت كنت قد ألفت كتابين كتاب صدر بعد سجني بمركز الأبحاث عن المنظمة الصهيونية العالمية وكان هذا رسالة الماجستير بالأيوبيو بتالي معتمد مصاطر كلها إسرائيلية صهيونية مئة بالمئة فبدأوا نقاش معي كبار القادة المخابرات والعسكريين حتى الأستاذ وليد الخالدي عندما خرجت ورجاني صور وقال لي مين قلت له كانوا ناس مهمين منهم البريجادير جنرال شلومو جزيت يعني كان هو حاكم المنطقة الوسطى بعدين وحركابي نقاش فكري لكن في معسكر التعذيب في صرفانت يعني لك أن تتصوري كيف أنت مرمية في زنزانة ضيقة جدا حيث لا ما في شيء يعني أنت ياب متر متر ونص وبعدين الجندي ما بيعرف ليش ماخذك وعند مين ماخذك الجندي الإسرائيلي بضرب راسك بالشجرة بدفشك بضربك بالعصر قبل ما أحكي عن انتفاضة المخيمات بدأ أحكي عن ثلاث مشاهد مع ثلاث شخصيات مهمة الدكتور جوش حباش ودي أحداد القائد الفلسطيني وكارلوس الذي يقتن بتهمة إرهاب في السجون الفرنسي الدكتور جوش حباش أعطيني مشهد من لقائك معه شيء يعني أنت بتحب تقوله للجمهور يعني هذا الرجل يعني بدي أضم مشهدين سريعين نعم أي حادثة صارت معكم ببين شوية عن شخصيته بعد السبع وستين إحنا كنا ذهبنا أنا كنت رئيس تحط طلاب فلسطين في لبنان طلعنا خمسمية للقتال في سوريا وفي فلسطين بالسبع وستين أخذت معي خمسمية من طلاب الجامعات من لأيوبي بأساسا من الجامعة الأمريكية وعندما اكتشفنا بمجرد وصولنا إلى مداخل عمان أن كل شيء قد انتهى لأنه أقمنا ثلاثة أيام في قاسيون وقتها إلى أن تدربنا بشكل سريع وحملنا أسلحة من الإخوان في سوريا للذهاب إلى الضفة كانت النتيجة أنه عدت إلى لبنان فالتقيت مع الحكيم هكذا نسميه دكتور جارج حبش وقال لي شو الأوضاع كيف فشرحت له وقال لي طب شو ناوي تعمل قلت له والله واحد من ثنين حكيم إما أن أذهب إلى أستراليا لأنه في إعلانات في الصحف عن الهجرة إلى أستراليا أو نبدأ حركة مقاومة ومسلحة لأنه قبلها كان عندنا في حركة القومية العرب نقاشات من الثلاثة وستين فيما إذا كان يجب أن نبدأ الكفاحة المسلحة أم لا وحصمت بعدين في الثلاثة وستين أربعة وستين قلنا بدنا نعمل حركة مقاومة جادة وتقدمية إلى آخره فإذا في نية بالاتجاه الثاني فأنا هذا اللي أريد أن أعمله فكان متجاوبا جدا وقل لي حتى وقتها إنه هاي أحمد خليفة الآن هو من كبار العاملين في مؤسسة دراسات الفلسطينية في بيروت قال لي جاء من القاهرة ويقول شيء مشابه المشهد الثاني عندما قررت بعد أن أفرج عني وخرجت من السجن عندما قررت أن أترك العمل نتيجة الإحباط يعني إحنا بإسرائيل بالسجن لم نحبط لكن أوضاع المقاومة كما بدت لي بعد أن خرجت من السجن وبالذات انشقاق الجبهة الشعبية إلى ثلاث تنظيمات أحدث عندي ردة فعل قاسية فيومها قلت له في بيت توفيق أبو شريف الله يرحمه قلت له موتسي تونغ يقول أول شرط للانتصار هو الإيمان بإمكانية الانتصار وأنا شخصيا أعتقد أنه بهذه التركيبة لن ننتصر وبالتالي أريد أن أنسحب فرجل يعني يتفهم بعقل واسع فاحتضنني واحتضنت وعمليا بكينا كلانا وقال لي خير وبركي لكن لبنان أنا تركت لبنان فأريدك أن تذهب إلى لبنان فقط ثلاث تشهر لأنه إنت إلك وضع بلبنان وإلك تاريخ بلبنان وبالتالي طالع من السجن من إسرائيل وأول واحد من الأيوبي يسجن وابن الساحة اللبنانية فعلى أساس أن تؤسس الجبهة من جديد وأنا ببقى في الأردن لكي يكون لنا عبارته قدماني نقف عليهم واحدة في لبنان والأخرى في الأردن لبنان لنا وجود الأردن لا وجود كبير لنا فبالتالي يا ريت تعطينا من وقتك ثلاث تشهر وفي حالة الثلاث تشهر امتدت أكتر لأنه صارت انتفاضة المخيمات بالتسعة وستين أنا لا أتذكر أنه كان هناك أو حديث يتحدث عن انتفاضة المخيمات سنة التسعة وستين اللبنانيين يمكنني تذكروا والعرب يتذكرون أكثر ما حصل في تلاتة وسبعين المخيمات عندما الجيش اللبناني قصف المخيمات بالطيران ماذا حصل سنة التسعة وستين؟ هو تسعة وستين لم يكن هناك معركة عسكرية أو معركة مسلحة الذي حصل أنه أصبح لدى التنظيمات الفلسطينية سواء كان أسمها شباب الثأر أو حركة القومية العرب يعني أو أسمها بدايات حركة فتح وبصراحة يعني بقدر ما كان لبنان ولا يزال بلداً عروبياً يحتضن ويؤمن بالعمل الفلسطيني وبالعبارات الرسمية سيكون آخر بلد يعترف بإسرائيل ويعقد معها اتفاقية سلام بذاك تلقدر كنا نعاني كفلسطينيين في المخيمات وخارجها وحتى وأنا بالأيوبي عانينا من هيمنة حقاً لا إنسانية لما كان يسمى المكتب الثاني اللبناني يعني جهاز المخبرات التابع للدولة اللبنانية نعم قبضته على المخيمات كانت قبضة غير إنسانية على عكس ما كان علي الحال في الأردن أو في سوريا إلى آخره فانطفض الناس عندما أتيحت لهم فرصة لأن ينتفضوا ويأخذوا مصيرهم بإيدهم وبالتالي تصبح المخيمات بمثابة مناطق محررة دون حرب يعني صار بعض المناوشات لكن مثلاً مكتب المكتب الثاني في المخيم الفلاني نزع وطرد إلى خارج المخيم لأن جهاز المخابرات اللبنانية كانت داخل المخيمات كان داخل المخيمات كان في مكتب داخل المخيمات وتدير المخيم طبعاً وكان كان أفضلكم يا ريتبي هلأ بالطيئة هلأ أنتوا طالبين العكس واللبنانيين لا يريدون أن يديروا المخيمات شرط الحقيقة الخروج على ما كان سائداً في حينه يعني كانت معاملة فعلاً غير إنسانية في مكتب يعني مثلاً هم سألتيني إذا كانوا موجودين بالمخيم مش بس موجودين بشكل رسمي في المخيم موجودين في كل بيت يعني يؤلب الأب على أبنه أو الإبن على أبيه الدخول في مسائل الطلاق والزواج يعني كأنه هو المختار الحاكم بأمره في المخيم يعني شعر الفلسطينيين يومها أن أنكفى ويجب أن نأخذ بسيطنا بإيدنا ولا نقبل لأن نحكم من موظف تابع لجهاز المكتب الثاني اللبناني والمخابرات وفعلاً كانوا في قسوة يعني أنا أتذكر بإحدى المظاهرات طوردت أنا بالأيوبي واستدعيت إلى مكان بشع حقيقة وكنت أسمع أصوات التعذيب لكن كوني كنت أحمل الجنسية الأردنية ومن الأيوبي لم أعامل معاملة المقيم في المخيم يعني هذا الفصل الحمد لله لم يعد قائماً في لبنان انتفادة التسعة وستين هناك في اتفاق الطاهر القاهرة سنة التسعة وستين هل شاءت هذه الاتفاقية بعد انتفادة المخيمات أم قبل الاتفاقات؟ إذن أتت فيما بعد ونفس رئيس الجمهورية ووقع هذه الاتفاقية وعم بتقول أنه كان جهازه المخابرات كان يعني يعذب أو نقول يقمع يعني أكاد أجزم أكاد أجزم أن المخابرات زي ما بيحدث في كثير من بلدان العالم الثالث أحياناً تصبح دولة داخل الدولة المكتب الثاني اللبناني وبالذات في المخيمات بالذات تخصيصاً في المخيمات كان دولة مستقلة عبر موظف واحد كولونيل يعني يكون أو أدنى من ذلك يحكم هذا المخيم والآخر يحكم المخيم الآخر لكن عندما انتفضت المخيمات وبدأ حوار مع الدولة كان فيه رفض إلا إصرار أن يأتي الله يرحمه كمال جنبلاط كان فيه ثقة كبيرة به فطلبنا أن يصبح هو وزيراً للداخلية وعملياً استولى وزارة الداخلية وبدأ الحوار معنا وكان رجلاً عظيماً حقيقةً دولة الأسعاد عبد الرحمن قلت أنه يعني فيه ناس كمان مسيرين للجدل أنت لتقيت فيهم وفيه أكيد مشاهد معهم شخص مثل وديع حدد نعم يعني هذا القيادة الفلسطينية اللي يتحمل مسؤولية عمليات فدائية كثيرة وأيضاً هو قتل مسموماً بالشوكولات كما هو معروف كيف شخصية وديع حدد وديع الله يرحمه الدكتور وديع أولاً رجل عمل يعني أكشن مش رجل فكر وتنظيم مقابله الذي عرفته لاحقاً في حركة فتح أبو جهاد الله يرحمه العمل الوفاء كان وفياً جداً لرفاقه وثلاثة لا هم له إلا أن يرتب عمليات ضد إسرائيل وأنا طالب في الجامعة الأمريكية بالتلاتة وستين تم انتقائي للانضمام إلى الخلية الأساسية التي يرأسها هو والتي كانت ما كان في وقت تنظيمات فلسطينية عملياً فكان هي اسمها لجنة العمل التابعة لحركة قومية العرب يعني شغلات تتعلق بترتيب انقلابات مثل انقلاب علوان في سوريا مثلاً تهريب أسلحة تأسيس لاحقاً حركة شباب الثأر وأبطال العودة يعني رجل عمل رجل كفاح ما بهمه الأيديولوجيات ما بهمه تقولي عنه يسار أو يمين كل الذي يهمه معياره الأساسي هو أن من يقوم بعمل لتحرير فلسطين هو المسؤول عن بداية اختطاف الطائرات هذا لاحقاً جاء نعم هذا لاحقاً يعني هو صاحب فكرة اختطاف الطائرات فعلاً هو الذي أدخل كارلوس إلى القضية الفلسطينية نعم نعم يعني هو تعرفي كان من ما فعله أنه دخل على كل التنظيمات المسلحة في جميع أنحاء العالم سواء في اليابان أو في ألمانيا ماينهوف وأي حدا بالعالم يريد أن يقاتل ضد إسرائيل أو حتى لو لديه شخصية مغامرة كان يتم اجتذابه أنا لا أعرف كارلوس عن كثب يعني لا أحب أن أقول إلا ما أعرفه لكن رأيته عدة مرات في بيته في رمل الظريف ولم يكن معروفاً ولم يكن يعني كان شاب من هالشباب الأجانب اللي يستعينه بي مش أنه يعني لفت لك لا 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 بالعكس بالعكس بعدين تكتشفي أنه شخصيته لا تلفت النظر غريب لأنه كمان عملنا مقابلة مع اللي حقق معه دخل في باليس بيقول أنه شخص عادي جداً جداً وانتوائي انتوائي خجول وحيي في الكويت مفتكر أنه كان تلميذك خالد مشعل القيادي هي صحيح هذا اللي تضح بعدين أنه قيادي كان قيادي بالصف لا كان الحقيقة كان قد لفت نظري لأنه بحياتي أنا كنت أدرس القضية الفلسطينية وكان هو أحد وضمن الطلب الذين جاءوا ليدرسوها ولفت نظري أنه بكل حياتي التدريسية لهذا المقرر وكان عليه إقبال يعني إذا بصفوف الأخرى فيه 20 طالب يكون عندي 800 إقبال شديد والكويت كانت لها فضل كبير كانت بيروت قد ضربت فأصبحت الرئة بدل بيروت رئة العالم العربي كانت أصبحت بالكويت فحصل على علامة لم أعطيها في حياتي لأحد خليل نشعر نعم وبعدها أنا أكتر من هيك ما لفت نظري لكن بعدين عندما بعد أسبوع من توليل لمسؤوليته في المكتب السياسي أنا كنت وقتها قد أصبحت مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان في عمان جاء وزارني وعرفني على نفسه لأن أنا متذكر الوجه ونسيت الأسم وهمس في أذني أنه أنا أنا يعني يوم قرأت في الصحف أنه انتخب رئيس مكتب سياسي جديد لحماس أسمه خالد مشعل قلت هذا الأسم أنا أعرفه لكن لم أتذكر إلى أن سهل الله عليه زي ما منقول جاء وقال لي العلاقات سيئة مع فتح وفعلا كانت العلاقات قد أصبحت سيئة خاصة في فلسطين وأنا لا أعرف ياسر عرفات وأثق بك وأريد أن تربطني به وهكذا كان وفعلا فإذا أنت عرفت خالد مشعل على ياسر عرفات كيف كان اللقاء؟ بنعرف أنه أبو عمار كان يعني يقبل الجميع اللقاء هو أولا خالد كان بره وعندما طلب مني أنا ذهبت بعدين إلى الداخل وحكيت لأخ أبو عمار قلت له هيك هيك القصة فقال نحن نرحب في إرخاء التوتر وقابلوا في الخارج أنا لم أكن في أول لقاء لكن كنت صلة الوصل وبعد حتى بدء الانتفاضة الثانية كان لديهم حركة حماس 223 معتقل في سجون السلطة تصل فيه كمان الأخ خالد وكنت أنا ألتقي أنا وياه كثيرا وبالفترة اللاحقة أكثر ياسر قال لي الآن في معركة ياسر عرفات عم بخوض معركة ضد إسرائيل وإحنا غيرنا رأينا في الرجل فطب يفرج عن جماعتنا ليقاتلوا إلى جانبه وهكذا كان وأطلق السراح المناضلين الحمساويين هناك لقاء آخر أعتقد أنك أنت اللي حاولت أنك توصل شخصيتين عربيتين أعتقد مكانه كثير على وفاق رئيس حافظ الأسد ورئيس ياسر عرفات آخر لقاء صار بيناتهم في طهران في مؤتمر الإسلام كيف قناعتوا أن يلتقوا مع بعضهم؟ أخذت شغل سنتين يعني كنت أغادر من رامالله إلى عمان إلى دمشق الحقيقة الفضل يجب أن يذكر الفضل لأهل الفضل كان لخالد الفاهوم وكان الرئيس السابق للمجلس الوطني الفلسطيني ولي وزير خارجية سورية في حينه جاء بعد عبد الحليم خدام فاروق الشرع أبو غيث أظن اسمه وأصبحنا فعلا نمت علاقة عبر خالد الفهوم وكان هو من المتحمسين لهذا في حين كان خدام الذي بدأ يبعد تدريجيا بأواخر عهد الرئيس حافظ أسد أو يتضعف تقول أن العلاقة السيئة كانت مع خدام عمليا أو المحرض يعني بيه رئيس سياسي العرفات المحرض عليها أو الذي متشدد فيها كان نعم عبد الحليم خدام الأخ عبد الحليم خدام فالشرع الحقيقة لعب دورا مهما في هذا الموضوع وعندما استوت الطبخة أنا كنت في عمان بمهمة يعني وعرفات كان في طريقه من دول شمال أفريقيا طائرته حطت في مطار القاهرة فتحدثت معه قلت له الشرع قل لي السنارة صادت فإذا كان سيقابلك في طهران فقل لي الله يرحمه أبو عمار قال لي تلتحق بنا في طهران يا عمي هذا مؤتمر قمة للعالم الإسلامي أنا في حياتي ما شاركت بهكذا أعمال فقال بدك تيجي وفعلا ذهبت ولم يكن اللقاء قتم لأنه كان فيه نوع من الشرط أنه لازم أسعد يكون هلأ ليش أسعد يكون مش لصفات خاصة فيي بقدر ما لأنه أنا مستقل أولا ولا تريد سوريا أن تقول أنها اتصلت بجماعة أسلو ولأنني كنت أيضا قومي عربي كما البعث كانوا قومين عرب فبالضبط يعني وهذا بسعدنا بمهمات الوسطاء ملتوا اللقاء بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس ياسر عزيزي كيف كان هذا اللقاء هذا اللقاء الأخير كان اللقاء الأخير لأنه بعدها توفي رئيس حافظ الأسد ثم بعدها أبو أمار كان آخر الرئيس حافظ أسد حين دخلنا لا أعطيني المشت هل قبلوا مثلا قبلوا نعم قبلوا بعض ولكن ولكن من أسف شديد أصبح الحوار الرئيس حافظ الله يرحمه صار يوجه الأسئلة إلي وأسئلة حول الحركة الصهيونية وحول إسرائيل ربما لأنه بيعرف أنني مختص في هذا الشأن يعني حوله درس بالتاريخ لأنه لا يريد أن يتحدث وكان الله يرحمه أبو عمار إلى جانبه ولكن لم يجري بينهما حديث مباشر عدا عن المجاملات دكتور أسعد عبد الرحمن مشهد الأخير من لقاءاتكم ولقاءك مع الرئيس أبو مازين حول موضوع حل السلطة نعم شو عم بيصير حديث في هذا المجال في ناس أيضا كما هي العادة أنتوا بتقعدوا تنحت عليه لأبو مازين حل السلطة ما زقا تطالب بحل السلطة وفي آخرين وأنا سبق كتبت يعني مبكرا في هذا الموضوع ولكن الآن قر الرأي أستطيع أن أقول في القيادة الفلسطينية بمجموع فصائلها منظمة التحرير لا أتحدث عن حماسة أو الجهاد الإسلامي على أن حل السلطة يجب أن لا يكون قرار فلسطيني لأنه أصلا أنا بزماني قلت وكتبت أنه المفتاح مش بإيدنا كي نعطيه لنا تنياهو المفتاح هو بإيدنا تنياهو يعني مفتاح السلطة باعتبار إحنا تحت الاحتلال وباعتبار أنه زي ما بقول أبو مازين لا بدر يطلع ولا يدخل لا هو ولا غيره إلا بإذن إسرائيلي وبالتالي إحنا تحت احتلال واضح بين صارخ يعني وبالتالي لماذا نتحمل إحنا ثمن الإعلان عن حل السلطة ما هي إسرائيل عمليا سترد على خطوطنا النضالية الجديدة بتفكيك السلطة هي فلتفكك السلطة هي وها قد بدأت بحجب الأموال فعندما هي تحجب الأموال إحنا نستمر في مخططنا النضال مخططنا النضال الآن أصبح واضح المعالم إعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الدولي وبالتالي الذهاب إلى مجلس الأمن وربما الهيئة العامة وإلى المنظمات الدولية مع مقرونا بانتفاضة شعبية سلمية جماهيرية حضارية الخطوة التالية ستكون مقابل العقوبات الإسرائيلية الضاغطة هو أن نعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني إن تحقق هذا تكون السلطة قد انتهت قد تفككت بقرارات تأتي إسرائيليا أخيرا أسعد عبد الرحمن أنت اليوم بدك تروح على فلسطين نعم بدك تروح على رمارلت قابل الرئيس محمود عبد نعم شو بتعمل عالطريق؟ أنت تذهب من الطائرة من بيروت إلى عمان نعم فيما بعد من عمان مثلي مثل حال أي فلسطيني لأنه أنا يعني استعادت هوية الفلسطينية وبالتالي أنا مواطن في أريحة حسب هويتي نعم وبالتالي بقطع إلى الجسر الملك حسين هو له ثلاث أسماء الجسر الملك حسين واللمبي وبالتالي من هناك إما بالباص أو بالسيارة بذهب إلى الطرف الآخر اللي كان مفروض يكون فلسطيني لكن الإسرائيلي من وراء المرآة يعني الآن بعد الانتفاضة الأولى سعادة إسرائيل الهيمنة والاحتلال الكامل إذن بتروح بالباص أو بالسيارة مسافة 300 كيلومتر إلى الحاجز الإسرائيلي بقابلك الحاجز الإسرائيلي تتعرضي إلى التفتيش هلأ التفتيش درجات في درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة البعض قد يقضي يعني في أحسن الأحوال هذه المسافة التي تستغرق الساعة تأخذ مني ثلاث ساعات إلى أربع ساعات في حين في ظروف معينة ممكن تأخذ 12 ساعة عدد من أهلنا خاصة في الصيف أو في مواسم العمرة ممكن تأخذ ثلاث أيام الناس بتنام في السيارات وعلى الأرض في أريحة لكن هذا الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم بسبب حواجز الجيش الاحتلالي وبسبب قطعان المستوطنين اللي كقطعان جامحة تخرج إلى الشوارع ترمي الحجارة تقيم حواجز تضرب تقتل إلى آخرين بيروت أقرب دكتور أسعد عبد الرحمن شكرا لوجودك معنا في برنامج المشهد شكرا للمشاهدين لوفاء وإلى اللقاء أسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر